في عادة بحياتك زي الكابوس كل مرة بتحاولي تتخلصي منها وبترجع لك أقوى سواء كانت عادة تسويف، أكل غير صحي أو حتى أنك تضيعي ساعات طويلة على السوشيال ميديا الحل مش أنك بس تحكي خلص بدي أبطلها عشان نلاقي الحل لازم نتعمق أكتر جواتنا بهذا الفيديو رح أعطيكي خطوات سهلة وقوية تضمن أنك تتخلصي من أي عادة سيئة للأبد خطوات مش بس تغير عاداتك بس تغير حياتك كلها واللي بيميزها أنها مبنية على نصائح عملية من كتاب Atomic Habits لجيمس كلير وكمان أشياء مجربيتها أنا شخصيا قبل ما نبلش الحلقة بدي إياكي ما تفقد الأمل من أي عادة عندك إياها سيئة وتحكي إنه مستحيل تتغير اللي عم تسماعي لها هلا كانت أكتر حدم بأشجل شغله وبياكل أكل مش صحي نهائيا وكان عندها مشكلة الأكل العاطفي وجلد الذات وكتير أشياء تانية وهاي الأشياء بالنسبة إلي هلا صارت ماضي وما عم تتكرر عشان أساعدك تتخطي كل العادات السيئة اللي بحياتك الخطوة الأولى كوني المحارب الواعي أول خطوة لتتخلصي من أي عادة هي إنك تكتشفي سبب وجودها فكري معي شوي هل العادة السيئة اللي عندك مجرد طريقة للتعامل مع المشاعر؟ مثال لما نتكوني متوترة أو زهقانة شو أول شي بتعملي؟ ممكن تمسكي موبايلك وتقضي الساعات على السوشال ميديا أو لما تحسي بضيء بتروحي مباشرة للمطبخ وبتأكل إليك إشي حلو جيمس كلير في كتابه بيحكي إنه العادات غالباً بتنبنى عشان تملي فجوة معينة سواء كانت الشعور بالملل، الوحدة أو التوتر وهالشي عم بنعاد لأنه دماغك عم بيحاول يساعدك بيشوف إنك متوترة فبيحكي قبل هالمرة لما نأكلنا شورمة ونحن متوترين حسينا بشعوري كتير حلو بعدها فخلص من يوم وطالع رح ناكل شورمة كل ما نتوتر عشان نحس بأمان والشعوري منيح عشان هيك بيجي عبالك إنك تاكل شورمة لما تكوني متوترة أو إنك تاكل أي أكل تاني فبدل ما تقولي لازم أبطل العادة اسألي حالك ليش بعملها أصلا؟ شو الشعوري اللي عم بحاول أهرم منه؟ وهالشي رح يساعدك تفهم جذور المشكلة والاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل الخطوة الثانية واجهي عقباتك قبل ما تصير بدي إياك تتخيلي محاربة جهز حالها بدرع وسيف بس بدل ما تواجه عدو أوي عدوها هو بيئتها البيئة اللي حواليكي ممكن تكون أكبر عقبة بتواجبها جيمس كلير بحكي إنه البيئة هي السر لتغيير العادات إذا عادتك السيئة هي الأكل الغير صحي رتب المطبخ عشان يساعدك خبل حلويات بمكان بعيد وصعب إنك توصل إلى وخلي الخضروات والفواكه قدامك طول الوقت إذا عادتك هي السهر على الموبايل خلي شاحنك بغرفة تانية وحط كتاب بدل الموبايل جنب سريرك هاي التغييرات اللي الصغيرة ببيئتك بتصنع فرق كتير كبير لأنها بتقلل احتكاكك بالعادات السيئة وبتزيد فرصك بعادات جيدة الخطوة الثالثة لا تحارب العادة استبدليها كتير الناس بتقول خلص رح أوقف عادة معينة بس المشكلة إنه مجرد إزالة العادة بيترك فراغ والفراغ هاد لازم يتعبى بإشي جديد هون بتيجي فكرة استبدال العادة إذا كنتي بتشرب مشروبات غازية كل يوم جربي تبدليها بشاي أعشاب أو مي بليمون إذا كان وقتك على السوشال ميديا كتير خليه مرتبط بإشي إنتاجي مثلا قبل ما تفتحي تطبيق احكي لحالك رح أخلص قراءة صفحتين من الكتاب بعدين أفوت على السوشال ميديا الهدف هون هو تزويد عقلك بمكافآت مشابهة بس معادة جديدة إيجابية الخطوة الرابعة زيني طريقك بالانتصارات الصغيرة أكتر سبب بيخلي الناس تستسلم بسرعة هو إنها بتحط هدفي كبير كتير بس شوفي جيمس كلير بيشرح إنه العادات الأوية هي تراكم خطوات صغيرة يوم بعد يوم يعني نتحسن واحد بالمية كل يوم إذا ظلينا نشتغل كل يوم ونضيف الواحد بالمية بنهاية السنة رح نكون متحسنين بشكل كتير كبير زي لو صمت دينار واحد بس كل يوم لمدة سنة الدينار إنت صغيرة لكن نهاية السنة رح يكونوا 365 دينار بعد سنتين رح يصيروا 730 ورح يضل يزيد ونفس الإشي عاداتك هي اللي بتقربنا لتطورنا فكل يوم هو خطوة أقرب للهدف الكبير إذا كان هدفك إنك تبدأ الرياضة ما تروحي وتقولي رح أتمرن ساعة كل يوم بلش بتمرين دقيقتين بس لما تلتزمي بها العادة الصغيرة عقلك رح يبلش يثق بقدرتك ورح تزيد المدة تدريجيا الفكرة هون هي إنك تركزي على الاستمرارية مش الكمال كل خطوة صغيرة هي فوز جديد على العادة السيئة تقدري كمان تخلي إليك إنستجرام خاص فيكي وتصوري فيه كل إنجاز حق أأتي لليوم وترجع للصور كل ما تحسي إنك ما أنجزتي أي شي أنا شخصيا ما بستعمل السوشال ميديا بس البننتات اللي بتابعوني على الإستجرام بيشوفوني إني دائما بنزل الأشياء اللي بعملها خلال اليوم وبحتفل فيها معكم وهالشي بشجعني أكتر وأعتقد إنه بشجعكم كمان الخطوة الخامسة اربطي عاداتك بهويتك هذا يمكن أعظم درس في كتاب أتوميك هابتس إذا كنتي بدك تغيري عادة لا تعتبريها مجرد تغيير مؤقت بدل ما تقولي بدي أبطل أأجل شغلي احكي أنا إنسان منظمة ومنتجة بدلي طريقة تعريفك لحالك إذا كنتي بتحاولي تقطعي الحلويات احكي لحالك أنا إنسانة صحية تختار الأكل اللي بيفيد جسمها هويتك هي البوصلة اللي بتوجه كل عاداتك فاشتغلي عليها مثلا أنا لما يجي عبالي أكل إشي مش لازم أكله بسأل حالي بالأول هل هتون اللي نفسي أكونها رح تأكل هذا الأكل ولا لا والجواب أكيد لا فبحكي لحالي هاي شخصيتي الأديمة أنا ما رح أرضى أكل هيك أكل أو إني أقضي هالأد وقت على السوشيل ميديا أو أعزز عادة الأكل العاطفي لنفرض إنه في عادة جد مش قادرة تبطليها فيه تركة تعلمتها بالمدرسة وبحبها كتير لأنها دائماً بتزبط مثلاً بدك تصحي على صلاة الفجر وإنتي دائماً بتصحي بس بتتكسلني تقومي وبترجعي بتخفي وبتضيع عليك اللي تعمليه هو إنك تاخدي لحظة مع حالكك تسكتي شوي وبعدين تعدي ثلاثة اثنين واحد وتقومي وإنتي حاطة بدماغك إنه لما توصلي لرقم واحد رح تقومي ورح تقومي إن شاء الله دائماً تخيالي نفسك بعد سنة إنسانة أقوى صحية ومنتجة كل عادة بتتخلصي منها اليوم هي حجر أساس لبناء نسختك المستقبلية وتذكري كل عادة سيئة هي مجرد تحدي وكل خطوة بتخديها تجاه التخلص منها هي انتصار بحد ذاته لا تخافي من الفشل إذا واعتي قومي ثاني مرة وإرجعي حاولي العادات ما بتتغير بيوم وليلة بس مع الإصرار والاستمرارية رح توصل إلى هدفك اليوم عرفنا قديش مهم إنه نفهم حالنا عشان نقدر نفهم أساس عاداتنا السيئة لكن صعب نفهم حالنا بدون ما نكون منحب حالنا أصلاً هاي الحلقة من هاتونز بودكاست رح تساعدك تحبي حالك إذا عندك أي شيء حابة شاركي ممكن يساعدنا نترك العادات السيئة شاركي بالكومنز أنا كتير مبسوطة أني جزء من رحلة التغيير تاعتك ظلك مقامن بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة